فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كبير في السن وأسكن بالجنوب وعند بداية الإجازة أذهب مع ولدي لجدة وأريد أن أخذ عمرة ولكنه يعتذر بحجة العمل أو عناء السفر وبعد مكث عدة أيام في جدة أحرم ومن ثم أعتمر فما الحكم إذا جيتي من الجنوب تريدين العمرة ما تحرمين من جدة تحرمين من ميقات الجنوب وهو يلملم تحرمين من يلملم ميقات الجنوب إذا جيتي عن طريق الساحل أما إن جيتي من طريق الطائف تحرمين من السير أما الإحرام من جدة هذا لأهل جدة خاصة ولمن نوى العمرة من جدة أما القادم من الجنوب هذا ميقاته يلملم إن جاء عن طريق الساحل أو الطائف إن جاء عن طريق الطائف أو الطائف؟ نعم شكرا